خطباء الكرة المصرية بيستعدوا لمباراة مهمة جداً الأهلي في الزمالك بيستعدوا حالياً للنهائي القارة على البطولتين الأكبر في القارة وهم بطولة أفريقيا والكونفيدرالية الأهلي النهاردة خد ميرانو الأول في تونس على ملعب رادس وده طبعاً استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب دور النهائي لدوري أبطال أفريقيا الزمالك كمان في كامل تركيزه علشان عنده مواجهة قوية جداً أمام نهضة بركان ولازم يحق فيها نتيجة إيجابية علشان يحقق اللقب إن شاء الله على استاد القاهرة في التمرين النهاردة كان متواجد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي وكمان حساب المندوها أمين السندوق وكانوا موجودين عضاء مجلس الإدارة وكانوا بيستعدوا على الفريق ويعني بيطمنوهم قدام المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان كمان بعثت الأهلي بقيارة كابترن الخطيب موجودة في تونس وبيستعدوا للقاء اللي أكيد مش سهل أمام غريم التقريدي الترجي التونسي خلينا ناخد كل التفاصيل والأوراق الفنية من ناقد أرياضي شريف عبدالقادر مساء الخير على حضرتك وإزاي الأول نبتلي بالزمالك لأن المباراة غداً إزاي بيستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان والأوراق الفنية اللي حيعتمد عليها علشان يعني يقدر أنه يكتاز المباراة أمام نهضة بركان ويحقق كأس الكومفدرالية ويمكن السنة اللي فاتت كانت المواجهة بنفس الطريقة وفاز فيها نادي الزمالك أهلاً بحضرتك وأهلاً بمشاهدين طبعاً ملقاء بين الزمالك ونهضة بركان يوم الحد العلي هو اللي بوكراً في تونس آه إن شاء الله طبعاً كان نهضة بركان فاز ذهاباً في المغرب 2-1 الزمالك محتاجي فوز بهدف ليحقق اللقب إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق طبعاً فيه استعدادات قوية بقيادة جزيج وميز البرتغالي للقاء النهاردة أعلنت القيمة المبدئية اللي هتخش المعسكر المغلق لإستعدادة لمباراة الأحد غياب عن القيمة قائد الفريق محمود عبرزقش كبالا وإنزيل مصطفى الزناري للإصابة ومحمود علاء لوجهة نظر فنية من المدير الفني لكن طبعاً فيه جهزية لأغلب اللاعبين عودت مصطفى شلبي لقائمة ودخوله في قائمة المباراة إضافة كبيرة في الجهة اليسرى لنادي الزمالك طبعاً زيما تابعنا للأيام الماضية دي كان فيه إقبال شديد جداً على التذاكر حتى الآن طبعاً كان فيه ناس عندها أمل أن يتم طرح تذاكر جديدة للمغاراة لكن طبعاً تشك التذكرة اكتفت بالعدد المحدد أمنياً ب53 ألف تذكرة والحمد لله طم بيعهم في قدون ساعتين بالتأكيد الزمال الغيب عن تحقيق بطولات أفريقيا منذ 2019 آخر بطولة حققها كونفدراليل أفريقية كان لعب نهائي 2015 دوري أبطال أمان سامداون في 2015 وخسر اللقب للأسف وكان قبل كده وصل لقب في 2002 أمام رضاء المغربي آخر لقب دوري أبطال حقاً حقق عنده فرصة تاريخية للعودة للألقاب الأفريقية في موسم كانت بدايته مترجعة شوية في النتائج وشاهد خفاقات على مستوى النتائج المحلية لكن وصل للنهائي عن جدارة واستحقاق وعنده فرصة تاريخية إن شاء الله مع المؤادرة الجمهورية والتركيز اللاعبين والحماس والجدية في المباراة إن شاء الله يحقق اللقب الأوراق الفنين اللي حيعتمدوا عليها لتحقيق اللقب وتحقيق نتيجة مختلفة عن مباراة الذهاب إن شاء الله طبعاً يعني ترفض بداعبة فتوح أحمد سيد زيزو أحمد حمدي جزيري مصطفى شلبي دي العناصر المؤثرة جداً في أو اللي لها بصمة حقيقية في تشكيلة نادي الزمالك وأكل لها دور كبير جداً في تحقيق الفوز واللقب إن شاء الله لأن دي العناصر اللي بيعتمد عليها جزي جميس في نقل الهجمة بسرعة تحقيق كسافة هجومية الانتشار السريع القوة الهجومية في وصول إلى مرمى المنافس وخلال مباريات البطولة كلها كان لهم التفوق الواضح في البطولة عن طريق الخماسي ده معهم طبعاً عمر جابر معهم مسلوسي في الدفاع كعنصر مهم جداً في الدفاع الفريق دونجا في وسط الملعب كل دي عناصر مؤثرة بشكل كبير جداً في طريقة لعب واستحواز اللي بيعتمد عليها جزي جميس في أغلب مبارياته ترجمة نانسي قنقر